السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسافة صفر تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يمكن في الأيام الماضية من الاعتداءات التي حدثت على أهلنا وأحبابنا في غزة يمكن سمعنا كثيرا من أهل المقاومة حفظهم الله ورعاهم كلمة المسافة صفر ضربنا الدبابة الفلانية من مسافة صفر قتلنا العدو الصهيوني من المسافة صفر المقصود هنا أنه قرب جدا من الدبابة لحد ما بقى بينه وبينها متر أو مترين وراح ضربها أو حطت عليها المتفجرات علشان يخلص على الدبابة من المسافة صفر والمقصود أنه كان بيقاتل جندي بينه وبينه أمطار فبيسموها المسافة صفر أنا عايز بقى كل واحد فينا وكل وحدة يبقى عبادتها من المسافة صفر وأقرب مسافة صفر في حياة المؤمن هي السجود لله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء ليه انقطر من الدعاء في الموضع ده بالذات يا رسول الله لأن المسافة صفر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فحينما ينزل الإنسان بالأنف والجبهة وينزل على الأرض ويقول سبحانه ربي الأعلى هي دي المسافة صفر كاتروا من الدعاء على قد ما تقدروا لأن ده أقرب موضع للعبد من ربه سبحانه وتعالى وهناك موضع أيضا قريب جدا بس ده موضع مكاني وده موضع زماني موضع مكاني قال جل وعلا وسجد واقترب كلما نسجد كلما نقرب كلما نسجد كلما نقرب بفضل الله وهناك موضع زماني قال عنه صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الأخير جوف الليل الأخير ولذلك ينزل ربنا عز وجل والحديث روى مسلم إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح لأن ده أقرب موضع أو أقرب وقت يكون فيه العبد قريبا من ربه وكمان بقى لما نجمع بين الحسنين إن احنا نبقى في الثلث الأخير اللي هو أقرب وقت يكون فيه المولى عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليك بجلاله وكمالي وفي نفس الوقت إحنا في أقرب موضع ونحن سجود بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة فكلما نسجد كلما نترفع درجة في الجنة كلما نسجد كلما نترفع درجة في الجنة كتروا من العبادة ومن الدعاء من الموضع صفر ومن المسافة صفر بفضل الله كتروا من السجود وخصوصا في التلت الأخير من الليل قوموا واسألوا المولى عز وجل من خير الدنيا والأخرة لكم ولكل المسلمين فهناك ملك يقول آمين ولك بمثل أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته